ولادة سرجون الأكادي وولادة النبي موسى يعني ما عد فيه متل ما بيقوله يعني تصرف يعني كوبي بيست هذه قصة أكدية وموسى في مصر كيف حصلت؟ يعني كيف انتقلت القصة يعني لا نعرف حقيقة سرجون الأكادي ابن كاهنة عليا سرجون الأكادي في أصله في مدينة أزوفيرانو اللي هي مدينة الزعفران يسموها على نهر الفرات نولد هناك عفوا نولد ووضع في هذه سلة السلة فهو ابن كاهنة عليا ما هي الكاهنة العلية؟ الكاهنة العلية هي التي كانت في رأس السنة أيام تقوص الأكيتو في رأس السنة نام عادة مع الملك بفعل تقسي نام يعني حتى يخصبون هذا اعتقادهم نام حتى يخصبون المكان والأرض والسنة القادمة نام يبدو لي أنها ولدت هذا بدون وجود هذا التقس لم تكن حاضرة في هذا بمعنى أنها كانت مع رجلي آخر فخافت خافت من أن هذا يسبب له مشكلة فوضعت شرجون في هذه القفة وتركته في نهر الفرات جاب نهر الفرات الملكة وهذا إلى أن وصله إلى مدينة كيش في تقريبا قرب بابل في نهر الفرات فأخذته أو أخذته عائلة من هناك ووصل الخبر إلى الملك فأخذ الطفل ورباه في بلاطه وأصبح ساقيا يعني هو أصبح جزء من بلاطه الملك لكن هو رجل قوي وذكي ومقدام يعني شعر بأن السلالة الكيشية بوجود هذا الملك لا تذكر اسمه للأسف الملك هو له اسم معروف لا يخدم فقام هو بالانقلاب عليه وأخذ الصوت منه وبدأ ينابز السومريين اللي كانوا مسيطرين على مناطق كيش وأوروك وغيرها فأصبح أردي هو ملك واد الرافدين يعني مش ملك كيش ثم أوروك لا كل الدولة سقطت بيده وإذا به يسيطر ويمتد إلى سوريا إلى عيلام إلى الخليج العربي ينزل ويعمل إمبراطورية هي أول إمبراطورية في التاريخ سرجون الأكديهات هذه القصة بداياتها أنه في القفة هذه يبدو لي كانت مثار خيال ممتاز جدا لأن تعطى للشخص الذي يصبح عظيما ولكننا نجهل أهله والدته أبوه لا نعرف من أمه فأنت لو تقرأ قصة موسى اقرأها جيدا أرجوك نعم ستجد أن تسلسل الآباء واحد بعد الآخر ينقطع إلى ما قبل موسى ثم يذهب التسلسل لعائلة أخرى ليست من يذهب لعائلة أخرى تماما يعني أصل جديد نعم يبدو لي أن هذه الفكرة لائقة فكرة أننا نريد أن نضف على الشخص ماضيا مجهولا بمعنى هو المجهول هنا مقدس لأنه أنت من تغطي شيء خلاص حجبت يعني لما تكون في عندك فكرة ناقصة جيد هنا أن نحن نقتبس قصة معينة نحطها في هذا المكان لشأن نسد الفراغ نسد الفراغ وتحلك المشكلة وبالمناسبة هذا موجود أيضا في المهاب هارته في ملحمة الهند الشهيرة عن بعض الملوك كثير من الملوك فيهم هذه القصة وكثير حتى أنا قرأت ذاك اليوم بس عجيب يعني ما أتوقعت أنه إبراهيم هكذا أيضا له نسخة من هذا يعني شيء من هذا القبيل وهكذا تجد أن الكوبي مش تغل وهذا طبيعي هذا طبيعي لنهاية كلها يعني حضارات وأديان واحدة فيما أبهرتها أظن اسم الشخص كارنا لا أتذكره للأسف لأنه هي عاجة ماضحة أظن كارنا أنا قرأتها بصراحة في أكثر مكان بس للأسف ما جمعتهم يعني تعرف أنا مشاغل كثيرة ففعلا أريد أعمل لستة لا نفس القصة في الهند نفس القصة يمكن للمشاهدة أنا أعمل لستة بكل هؤلاء المملك الذين وفعلا أعمل لستة من كل هؤلاء وأقارن ربما نجد شيئا جديدا في هذا الموضوع فأنا قصدي من كلامي هذا أن موسى لأننا لا نجد وثائقا تاريخية يعني ما شاء الله تدوين المصري لا يوجد نظير له أيضا دونت على الأهرامات وعلى البرديات وعلى المقابر وعلى القصود دونت آلاف الأشياء لكن أبدا أبدا لا توجد أي تدوين يذكر موسى مطلقا يعني أنت تعرف يعني هذه فترة العائلة الثامنة عشر أو الأسرة الثامنة عشر والتاسع عشر هو هذه ذروة التدوين في مصر نعم لا يوجد أحداث جبارة حصلت لأنه لأنه أحمس أحمس اللي هو مؤسس الأسرة الثامنة عشر هذا تبع الهوكسوس وعمل إمبراطورية مصرية لأول مرة في التاريخ ودون كل شي دونت جاءوا الملوك اللي بعد اللي هم رمسيس الأول ورمسيس الثاني كذا دونوا كل شيء يعني ما خلّوا شيء ما دونه لكن ما عندنا لا توجد آثار تقول شيء عن موسى هناك تأويلات كالعادة عندما لا توجد آثار يطلع المؤولون يؤولون باعتمادا عليهم من على خيالهم مش اعتمادا على آثار طالما اطرق الموضوع هل هناك ولو نبي واحد تأكد وجوده أركيولوجيا ولو واحد يعني لا ولا واحد لا ولا واحد يعني حتى نبي محمد اللي هو شخصية تاريخية معروفة يعني لأسف آثار ما موجودة ولكن أليس هذا بدليلا على أنه حتى لو لم نجد آثار أركيولوجيا فهذا لا يدل على عدم وجود الشخص بالضبط أنا هذا كلامي دائما أقول سيأتي يوم تظهر آثار أي واحد في يوم ونعتبر مئة بالمئة موجودة لكن أنا أتحدث أركيولوجيا يعني نحن عم نحكي لحد اليوم ما فيه لحد اليوم ما فيه هذا لا يدل على أنه ما فيه نهائيا بالضبط الآن أنت حليت كل المشكلة هي مش قضية نكرات أنا أتحدث من باب الآثار يا جماعة نكرى النبي عيسى كمان ما له أثر نهائيا طبعا ما له أثر حتى كتابي أبدا أبدا لأنه يوسف لافيوس يعني من المشكوك يعني يقال أنه هناك بعض الأمور أضيفت إلى يوسف لافيوس على أنه يعني مضبط عاشت إيدك هذا مثل رائع أنت تعرف نسخة يوسف يوسف متى؟ في القرن الرابع الميلادي نعم واكتشف العلماء أنها مضافة في ذلك القرن صحيح صحيح هو ابن القرن الأول الميلادي يعني حتى كتابيا ما له أثر النبي حتى كتابيا وليس أركيولوجيا مطلقا يعني يوسف يوسف إلى حد قبل مجيء العلماء الأثار كان يعتبر الحج الوحيد على وجود عيسى نعم أو يسوع نعم لكن عندما دققوا ذهبوا إلى النسخة واقتلعوا الحبر وقالوا هذا مضاف هذا مضاف شوف لعبة الكهنة نعم مضاف على يوسف يوسف هم الكهنة ضيفين